هل تستضيف مصر والصعودية كأس العالم عشرين ثلاثين بتنظيم مشترك؟ معكم أنا نور الصباح أهلا بكم خطوة مهمة جدا لو تحققت فعلا ونجحت مصر والصعودية للوصول لها سوف تصبح نقلة تاريخية وحضارية ورياضية كبيرة جدا في تاريخ البلدين وهي خطوة تقديم ملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وهذا فعليا إن حدث فستكون مصر قد استطاعت أن تنتقل إلى مكانة أخرى تجعلها تتغلب على الأزمة القديمة التي حصلت بالحصول على صفر في الأصوات في تقديم ملف لتنظيم كأس العالم الذي حصلت عليه جنوب إفريقيا بصورة كبيرة وأفاد موقع القاهرة 24 بأن مصر سوف تبدأ في الفترة القادمة في التقدم رسميا لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 20-30 بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية خصوصا أن البلدين لديهما بنية تحتية متطورة وممتازة من نواد عملاقة مثل استاذ القاهرة وبرج العرب اللذين يسعان أكثر من 80 ألف متفرج بالإضافة لاستاذ عملاق يتم إنشاؤه بالمدينة الإدارية الجديدة يستوعب أكثر من 100 ألف متفرج وسوف يعتبر الأكبر في مصر وإفريقيا بالإضافة للفنادق والمطاعم والمطارات والطرق والكبار التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة تحديدا ووفقا لموقع القاهرة 24 سوف يتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبير وتشكيل لجنة مشتركة أبرز المتواجدين فيها إلى الآن هاني أبو ريدا عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم للفوز بالحدث وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرح في وقت سابق بأن تنظيم كأس العالم لعام 2030 في حسابات مصر ضمن خطة التنمية المستدامة وأن مصر ستسعى للحصول على تنظيم البطولة ومن المهم أننا نعرف أن مصر نجحت في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو 2019 التي أبهرت العالم كله بسبب جمال تنظيمها وبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 وكأس العالم لكرة اليد وأحداث غير رياضية أيضاً أدهشت العالم من روعة تنظيمها وتصميمها وتنفيذها مثل موكب نقل المميوات الملكية المصرية لمتحف الحضارة الجديد ترجمة نانسي قنقر